السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا لا يوم الجمعة 21 حزيران يونيو وبما أن توقعاتنا لا يوم الجمعة فجمعة مباركة على الجميع اليوم القمر موجود في برج القوس طبعا وجوده في برج القوس رح يكون أغلب اليوم إلا في ساعات المساء الساعة 11 وثمان دقاق مساء بتوقيت جرينيتش من مساء اليوم الجمعة رح ينتقل من القوس لبرج الجدي فعشان هيك رح نلمح للانتقال ولكن ما رح نذكره لأنه بالوطن العربي الانتقال رح يكون بعد منتصف ليل الجمعة على السبب فإذا نعتبر أنه اليوم القمر أيضا موجود في برج القوس ولكن منلمح لعملية الانتقال وفي حلقة الغد إن شاء الله نذكر تفاصيل الانتقال طبعا القمر لما ينتقل لبرج الجدي رح يظل في برج الجدي ليوم الاثنين اربعة وعشرين ستة الساعة ثلاثة وخمسة عشر دقيقة صباحا القمر الآن موجود في منزلة النعائم وهي منزلة للإصلاح والسرعة والتقريب والتفريق ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة اتناعش وست دقائق بعد منتصف الليل هاي للخميس على الجمعة لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة البلدة وهي منزلة للثبات والربح والسلامة القمر بما إنه رح يكون موجود في برج القوس أغلب اليوم فبظل في نوع من أنواع النشاط والارتياح والسعادة في حياتنا نلتقي بناس أكثر سعادة وبنتعمق في شخصيتنا أكثر بفضل تفاؤلنا والطاقة العالية الموجودة عندنا وبيتحول تفكيرنا لعالم الفلسفة والدراسات الدينية والتحليل العميق في كل شيء من ميل أيضا للسفر والإجازات وممارسة الرياضة والخروج في النزاهات ويمكن اقتراض المال أو تعلم لغة جديدة أو ممارسة هواية أو تجربة حضنة أو التخطيط لرحلة أو الاتصال بشخص خارج البلاد وتعتبر هاي الفترة ممتازة للأعمال التجارية بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين زحل هاي الزاوية رح تكون ذروتها الساعة أربعة وسبعة دقائق صباحا بتوقيت جرينج من واجه مصاعب وعرقيلة بتطلب منها أن نبدو الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوظ بيفتقر البعض لشجاعة اللازمة إلى مواجهة مشاكلهم فبيلجأ للهروب إلى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر تجعل عزيمتنا ضعيفة ونكون متقلبين غير راضيين كثيرين النقد والعنادة وميالين للكأبة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية بطيئة زاوية تسديس إيجابية رح تكون بين عطارد وبين المريخ هاي الزاوية ذروتها الساعة أربعة واثنين وعشرين دقيقة بعد العصر عادة هاي الزاوية من الزوايا القوية جدا فبيسود شعور عام بالوئام بتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وتعزيز العلاقة مع أحبانا بتشجعنا على القيام بمبادرات برضو بتزيد من نشاطنا الجسدي والفكري كما أنها بتمنحنا المهارة اليدوية والدقة والسرعة في أداء الأعمال أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين نبتون هاي الزاوية رح تكون ذروتها الساعة عشرة وسبعة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينج تجعل بعض الأشخاص يجنحوا للعيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع الأهم والحسسية والشك والغيرة وبرضو بتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار خلو المسار للقمر اللي هو الخلو السلبي رح يبدأ الساعة عشرة وسبعة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينج ورح يستمر لغاية الساعة 11 وثمان دقائق بتوقيت جرينج مساء يعني مدة مش طويلة ولكنها بتظلها فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 11 وثمان دقائق مساء بتوقيت جرينج القمر خلاص بنتقل لبرج الجدي عشان هيك ما بعد هذا الوقت نصبح أكثر عقلانية من حكم العقل أكثر من العواطف في حل جميع مشاكلنا وكل ما يؤرخنا ندرك أن الأمور ما رح تكون سهلة بالنسبة لألنا والبعض ممكن يكون متشائم علينا أن نعمل بجدية أكبر وأن لا نعتمد على الحضوظ يمكننا بدء عمل جديد ويمكننا شراء قطعة أثرية مثلا أو اتباع نظام غذائي أو متابعة كل ما يتعلق بشركات التأمين والضريبة والبنوك بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها طبعا من الآن وحتى ساعات المساء اللي هي ساعات انتقال القمر لبرج الجدي عندنا الكبد والعجز عظم الفخد عظم آخر العمود الفقري عضلات الورك مفصل الورك الفقرات القطنية والعضلات القطنية أما من ساعات المساء وما بعد بصير عنا الركبتين والمفاصل العمود الفقري عضلات العمود الفقري والرضفة والعظام والأسنان والأوتار والأربطة والجلد والشعر والطحال وجهاز التوازن هاي الأعضاء هي الأكثر حساسية طبعا ما بنصح نهائيا إجراء أي عمليات جراحية لهاي الأعضاء في هاي الفترة لأنه مراحل اكتمال القمر اليوم القمر رح يكون بدر فعشان هيك بيكون في سيولة عالية بالدم وأيضا في نوع من أنواع التسرع والعصبية باقي عضاء الجسم إذا كانت اضطرارية ممكن ولكن إذا في مجال التأجيل بيكون أفضل بالنسبة للعمليات الجراحية زي ما ذكرنا وما بنصح فيها نهائيا بسبب اكتمال القمر مناسب هذا اليوم لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لغاية ساعة المساء طبعا بعد ساعة المساء ما بنصح فيها نهائيا لا يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر أو الطرق التقليدية خلال هذا اليوم إلا إذا كان الأمر مش علاجي يعني أما بالنسبة لعمليات التجميل فيصلح لقص الشعر التجميلي الصبغ ما بنصح فيه الحنة بنصح فيه ولا يصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح يستقر في برج الجدي خلو المسار القادم رح يكون يوم الاثنين بيبدأ الساعة 3.5 دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى تمام الساعة 3.14 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المكتمل عمره 15 يوم الآن الساعة 4.39 دقيقة عصرا بصير نبدأ باليوم الستاش نسبة الإضاءة 100% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم 22.7 سعيد الآن بنسبة 70% ساعات الصباح سعيد بنسبة 45% القمر في القاوس رح ينتقل للجدي في ساعات المساء رح يظل بالجدي ليوم 24.6 منتحس الآن بنسبة 10% ساعات الصباح منتحس بنسبة 40% ساعات العصر منتحس بنسبة 60% ساعات المساء منتحس بنسبة 40% عطارد في السرطان حتى يوم 2.7 سعيد بنسبة 70% الزهرة في السرطان حتى يوم 11.7 منتحس بنسبة 5% المريخ في الثور حتى يوم 20.7 منتحس بنسبة 15% المشتري في الجوزاء حتى يوم 19 سعيد بنسبة 15% زحل في الحوت حتى يوم 29.6 سعيد بنسبة 30% أورانوس في الثور حتى يوم 1.9 سعيد بنسبة 30% ونبتن في الحوت حتى يوم 2.7 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الدلوب يتراجح حتى يوم 2.9 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بيظل النشاط في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيده هو المسيطر عليكم خلال هذا اليوم وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحباكم معكم ممكن تذهبوا في رحلة أو تروجوا لعمل أو تحصلوا على معلومات الأجواء جيدة ودعمة لإلكم بقوة على مستوى الدراسة سفر هجرة اتصالات مواصلات سيارات إلكترونيات بتظل الأجواء جيدة حتى على مستوى الأشخاص اللي بيشتغلوا في مجال التجارة والاستراد والتصدير فهي فترة داعمة لإلكم بقوة أما من ساعات المساء فهنا بيصير الاهتمام بالعمل والمصالحكم الاجتماعية أهم شيء أنه في ساعات المساء تحاول تضبط أعصابك وما في داعي للمجازفات أو المغامرات برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا مظل التركيز على الأمور المالية المشتركة من طول اليوم لغاية ساعات المساء المتأخرة فممكن تنظم أمورك المالية المشتركة وبظل في فرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكتخففوا من النفقات المستصاعدة سارع لتهديئة الأجواء هاي فترة مناسبة للإطلاع على أراء الغير وأيضا التحدث بمواضيع قديمة أما في ساعات المساء القمر بنتقل للبيت التاسع فبصير داعم لإلكم بقوة بتنشطوا في مجال السفر أو الاتصالات البعيدة أو العلاقات مع الأجانب أو مواضيع تتعلق في هذا المجال برج الجوزة بالنسبة لمواليد برج الجوزة طبعا اليوم برضو بظل مناسب لتعزيز شركاتكم القمر موجود مقابلكم طبعا الشركات سواء في مجال العمل أو العاطفة أو ما بين الأزواج ولكن متظلها فترة ضاغطة لأن الطاقة ضعيفة ما بينفعكم سوى الصبر والمرونة ممكن تتعرض لبعض المضايقات أو الخلافات حاول أنك ما تتخذ أي قرارات حاسمة وما تدخل بأي مواجهات أما من ساعات المساء بتعيدوا ضبط ميزانيتكم ادخل تعديل على نمط حياتك الأجواب الصير إيجابية على مستوى الأموال المشتركة وبصير في بعض الفرص أو الأخبار اللي تتعلق بالوضع المالي برج السرطان بالنسبة لمواليد برج السرطان طبعا اليوم دك تحاول تنجز الأعمال المهمة وضرورية لأنه ما فيه ابتداء من المساء ويوم الغد والأيام القادمة إلى يوم الاثنين القمر بيصير مقابلك فطاقتك بتكون ضعيفة حاول أنك تنجز الأعمال الضرورية والمهمة قدر الإمكان وأيضا بدك تظلك منتبه لصحتك لغذاءك خلال هذا اليوم حاول أنك ما تأجل ولا تماط الأعمالك حتى لو اضطررت للعمل لساعات إضافية أما من ساعات المساء المتأخرة بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم ولكن بدكوا تحافظوا على هدوءكم وحاولوا ما ترتجلوا الكلام وتكونوا واضحين بالنسبة لمواليد برج الأسد طبعا بضر رغبتكم قوية للتقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم مع أبنائكم ممكن اليوم يكون فيه خبر سعيد أو فرحة أو شيء يتحد إلو علاقة بالأبناء وما بيتخلى الحظ المالي عنكم بتنفرج أسريرك وبتعيش لحظات سعيدة نسبيا فترى إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباط أهم شيء أنه ما تهملوا الواجبات اتجاه العائلة أو الأحبة وصحح الأخطاء أما في ساعات المساء المتأخرة بيبدأ العمل بالتراكم أو بصير العنصر العملي هو اللي بيسيطر على أفكاركم أكثر لا إتمام بعض الأعمال أو إنجاز بعض الأمور الطارئة برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز العلاقة مع العائلة أو تعاون مع أفراد العائلة من الآن وحتى ساعات المساء لأن القمر ما زال موجود في البيت الرابع فممكن تقلق حول وضع عائلي أو منزلي أو ممكن يكون في بعض المشاكل أو الأعطال أهم مش إنك ما تتهرب من المسئولية تجاه العائلة الأجواء صحية فيها بعض العدائية ومتوترة ولكنها رح تصير بالأفضل من ساعة المساء المتأخرة لأن القمر رح يوصل للبيت الخامس فهنا بتشتد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحباكم ابتفرح لانفراج ملموس وبترتفع فرص النجاح برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بيظل في نشاط عندكم بالتنقلات بالاتصالات بالسفريات القصيرة بالامتحانات أو بالنقاشات أو بالحوارات وبعضكم ممكن يهتم لموضوع يتعلق بسيارة أو بأجهزة إلكترونية وبإمكانكم تعزيز العلاقة مع أخ أو جار طيلة اليوم وبتدعمك الحضوض وبتكون جريء في التعبير عن رأيك وبتتمتع بسرعة بديهة وخاطر بتلفت النظر الأجواء اللطيفة إجمالا وممكن تحملك لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل أما في ساعات المساء القمر رح ينتقل للبيت الرابع فهنا بصير يعني الأمور تتعلق بالبيت والعائلة لطف الأجواء العائلية الضاغطة لأنه شوي ممكن يصير بعض الأمور الطارية اللي يعني تخليك عصبي ومتوتر برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعاً بالظل في فرص للمكاسب المالية طيلة اليوم والفرص عادةً هيبتيجي من عمل إضافي مستردات، هباد، دعم، أشياء من هذا النوع ولكن بدك تكونوا حذرين من النفقات وأيضاً حذرين من النصابين والمحتالين وهم تنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تهتم بتوظيف أموالك ولكن بدك تكون عاقل أيضاً بصرف الأموال أما في ساعات المساء القمر رح ينتقل للبيت الثالث وهنا رح يكون في نشاط عندك عالي جداً بالفترة القادمة وخصوصاً من ساعات المساء المتأخرة بالاتصالات والتنقلات والحوارات والنقاشات وهي فترة قوية جداً للتواصل مع الجميع ولا إسمع صوتك وأيضاً ممكن تقوم برحلة عمل أو سفريات خاطفة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعاً فقتكم بأنفسكم أيضاً اليوم كبير وبعمكم النشاط برضو بإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة يدعم من مكانتكم الاجتماعية وأيضاً بتعمل نوع من أنواع الانفراج وتقدم ملموس بعد أيام كانت ضاغطة ولكن اليوم الطاقة أعلى عليك التحلي بالحكمة والواقعية في حل بعض الأمور ممكن تشتد عزيمتك اليوم وترتفع المعنويات أكثر فأكثر وفرص قوية جداً على المستوى العاطفي أما من ساعات المسائل المتأخرة هنا بصير التفكير في المسائل المالية ممكن تعيد تنظيم ميزانيتك أو أهميش إنك ما تغامر بأموالك ممكن تجيك بشارة أو خبر يتعلق بدعم مالي برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعاً ما زال القمر موجود في بيت المتاعب لغاية ساعات المسائل المتأخرة فعشان هيك برضو بهذا اليوم يجب الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم حاول تعمل بشكل روتيني قدر الإمكان وما تتخذ قرارات حاسمة خلال هذا اليوم صحيح إنك رح تشعر إنه فيه هدوء بوتيرتك ما فيه قدرة على إتمام بعض المسائل إلا إنه فيه ساعات المسائل أجواء بتصير داعمة بتستعيد نشاطك وحيويتك وبتستعيد حماستك وعزيمتك وبتمارس جاذبية لا تضاهى للبدء بمشروع أو خطة جديدة بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بدك تحاول من الآن ولغاية ساعات المساء إنك تنجز كل الأعمال الضرورية والمهمة بمساعدة أصدقاء أو معارف وبوسعك تعزي صداقاتك لأنه ابتداء من ساعات المساء المتأخرة القمر رح يوصل لبيت المتاعب فبتبدأ مرحلة ضاغطة ليوم الأثنين فعشان هيك بدك تحاول تستغل الفرصة منكم أشخاص اليوم ممكن يحققوا أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشارك في مناسبة سعيدة صحيح إنه فيه اتساع بالأفق ممكن تحتفل بنجاح أو تطور علاقة ولكن لا تفرض رأيك على أصدقائكم معارفك أما من ساعات المساء بتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم اتجنبوا اتخاذ القرارات الحاسمة والمهمة وحاولوا أنك تعملوا بشكل روتيني برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعاً بالظل الأجواء اليوم مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبيعززوا علاقاتهم مع رؤساهم بالعمل وبإمكانك تحافظوا على إنجازاتكم القائمة أهم شيء إنك تهدي من روعك وما تنفعل ما تخال في القوانين وإحرص على استقرارك وعلى سمعتك والجنب الخلافات والمجازفات مهما كانت الضغوط في ساعة المساء الأجواء بتصير أحسن شوي حاول تصحيح العلاقات المتردية عزز علاقاتك بأصدقائك ومنكم أشخاص ممكن يتوجه لدعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة أو يسعد من لقاء بعض الأصدقاء هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر